الحمد لله رب العالمين والآن سأقول لماذا؟ أولاً هذا الوقف توزيع الخبز أسسته امرأة تسمى خديجة حسن أسسته في عام 1152 للهجرة الموافق 1739 ميلادي هذا الوقف كما تقول الواقفة أنها أخذت من بيتها غرفة كبيرة وأسست فيه مخبز بكل الآلات الحديثة وخصصت هذه المرأة الواقفة التي ألزمت نفسها أن تكون ضمن فريق العمل أن تجهز العجين والخبز ليوم الجمعة وتبدأ من يوم الخميس فتبدأ تأخبز حتى يوم الجمعة عند خروج المسلمين والمحتاجين والفقراء إلى الصلاة فتوزع عليهم هذا الخبز هذا هو وقف توزيع الخبز وكانت تحرس هذه السيدة خديجة أن تكون ضمن أعضاء الفريق أو ضمن العماء أو ضمن فريق العمل الذي يقوم بعمل الخبز وتوزيعه للفقراء بأنفسهم وخصصت يوم الجمعة لأنه يوم عيد للمسلمين عندما يذهب المسلمون لأداء صلاة الجمعة فكانت تخصص هذا المكان بيت في منزلها مطلع على الشارع العام فتقدم هذا الخبز فأسست هذا الوقف في عام 1152 لإجراء وكانت كما ذكرت تحرس بنفسها أن تقوم بهذه الخدمة هذا هو وقف توزيع الخبز لكن ماذا يمكن أن يستفاد من هذا الوقف؟ أولاً هذا الوقف فيه قربة شرعية لأنه يتعلق بالنفس البشرية لأنها تقوم بإطعام الفقراء والمحتاجين وتخصص لهم أرغفة الخبز اثنين تبين لنا من عدة وقفيات منتشرة في العالم الإسلامي ليست حديثة وإنما قديمة يتبين لنا أن هناك وقفيات اهتمت بعيش المسلم برغيف الخبز الذي يقتات عليه المسلم فوفرت له وقفيات كثيرة بل أن بعضها استمر مئات السنوات وأنا تحدثت في دراسة لي عن وقف خاص كسلطان الوقف المشهور في القدس هذا الوقف الذي أسسته امرأة السلطان سليمان القانوني التي توفت في عام 1566 الهجرة هذه السيدة أسست هذا الوقف في المكة ووقف في بيت لحم ووقف في القدس ووقف القدس استمر حتى الآن ما زال آثار هذه الوقفية وهذه التكية ما زالت موجودة إلى يومنا هذا في القدس الشريفة وطبعا كما ذكرت أن رغيف الخبز له تداعيات كثيرة طبعا أنا سأتحدث لماذا بعد قليل أهميتهم الأمر الثاني أن لما أقرأ في الوقفيات التي تتعلق عن رغيف الخبز وما هي المخابز التي تعمل بهذا الوقف أجد أن هناك التزام بالشروط الصحة العامة المهنية والسلام الفنية لتقديم المخابز لهذا المنتج الغذائي اشتراطات على العمال الذين يعملون في هذه المخابز كل هذه المذكورة في الوقفية يريد الوقف من هذا أن يذكر لماذا يريد أن تخرج هذا المنتج الغذائي رغيف الخبز إلى المستهلك إلى الذي يقوم بالوقف يقوم به يأخذه ويستفيد منه ضمن السلام الفنية فيعني تعجبت أن أقرأ هذه الشروط وهذه الوقفية التي تلزم العاملين الإدارة التنفيذية أو على الصلاح الأهل الوقف المتولين كيف كانت تلزم المتولين كيف يقومون بأداء هذه العملية التنفيذية في إعداد الخبز وتحضيره للفقراء والمحتاجين والذين يشملهم هذا الشرط الوقفي التزمات قانونية شيء غريب وعجيب طيب الآن ما هي الفكرة الرئيسية طبعا قلنا هذا فيه قربة شرعية ويتعلق بمقصد النفس البشرية وهي من المقاصد الضرورية التي حث عليها الشارع الكريم لكن المشكلة أين؟ عندما تقوم المؤسسة الوقفية بتوفير أرغيفة الخبز والخبز للمستهلكين للمحتاجين للفقراء للمساكين بمعنى أنها توفر لهم مصدر استقرار وطمأنينة في مأكلهم ومشربهم الذي يرى الآن ماذا يحدث في العالم الإسلامي؟ يرى كثير من الثورات وكثير من الاحتجاجات وكثير من الاعتصامات بسبب غلاء المعيشة وبسبب ارتفاع مستويات الفقر في نسب عالية لم يحدها المجتمعات العربية والإسلامية والمشكلة الحقيقية أن بعض هذه الفئات الاجتماعية وهي كبيرة وواسعة في عالمنا الإسلاميين لا تجد ما يسد رمقها وخصوصا في موضوع الخبز والبحث عن لقمة العيش فتجدهم يعانون ويصابون بالجوع والمخمصة في ظل عدم عدالة اجتماعية في ظل فقر مطقع فتقوم الثورات وتقوم المصادمات وتقوم الاحتجاجات فضلا عن هذا المؤسسة الوقفية مغيبة في هذه البلدان بسبب سوء الإدارة وسوء الدعم الحكومي والمؤسسات فقلت المصارف الوقفية في حين سابقا أن الدولة الإسلامية كانت منشغلة وكان هناك في احتياجات لكن الذي كان يغطي هذه الاحتياجات هي المؤسسات الوقفية هي المؤسسات التي تعمل على تغطية هذه الاحتياجات فكنت لا تجد فقيرا ولا محتاجا ولا مسكينا كانت هذه الفئات تتلقى المعيشة وتتلقى الدعم الكامل من المؤسسة الوقفية الحكومة منشغلة بأعمالها الخارجية والذي يغطي الاحتياجات الاجتماعية في المجتمع هي المؤسسات الوقفية في حين الآن ونحن نجد المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات والمشاكل الحقيقية بسبب لقمة العيش بسبب اعتداء الحكومات على هذا المصدر العيش الوحيد لهؤلاء المحتاجين لا يوجد دعم حكومي في قلة لدور المؤسسات الخيرية أو الأوقاف بسبب ضعف دورها وبعضها سوء إدارة فقلت الأوقاف المخصصة لهذا المورد فتجد الاحتجاجات والمظاهرات وتجد أن الناس تعاني حقيقة لكن لو نظرنا إلى هذا المصرف ويمكن البعض لما يقول لي مصرف وقف توزيع الخبز يقول هذا مصرف بسيط يعني كيف تضعه حضاري نعم هو حضاري لأنه كان يغطي احتياجات الناس سابقا وكان يضمن الاستقرار والتوازن الاجتماعي في الدولة فكانت الدولة لا تقع فيها اضطرابات ولا تقع فيها مشاكل اجتماعية ولا مشاكل بحث عن لقمة العيش لأن الأوقاف كانت تغطي هذه الاحتياجات واليوم قارن ما بين أمس واليوم أمس كانت الأوقاف تغطي هذه الاحتياجات وهذه المصارف الأساسية في واقع المسلمين اليوم تجد أن هناك عوز شديد لا يوجد مؤسسات وقفية رائدة في هذه المجتمعات لا توجد مؤسسات ناعمة لا توجد مؤسسات إغاثية انظم الإسلامي من اضطرابات ومن مشاكل بسبب التعدي على لقمة العيش وهي رغيف الخبز الذي يعاني منه الكثير من المسلمين للأسف لما يجد الإنسان أن رقمة العيش صعبة وصعبة المنال ويرى أبنائه يعتذورون جوعاً أمامه ولا يجد لهم البديل فيضطر أن يخرج ويضطرب وتقع الاضطرابات وتقع عدم السر خالف المجتمع العدالة الاجتماعية العدالة الاجتماعية سابقاً وفرها الوقف عندما قام بتغطية احتياجات كافة الناس ولم يكتفي بالناس والبشر بل قام بتغطية احتياجات الحيوانات تغطية احتياجات النبات ثم قام بتغطية احتياجات الجماد فهذه المستويات الأربع كان الوقف يوزع المصارف عليها حتى يكون المجتمع مستقر خلاف يومنا الحاضر عندما نرى أنه في بعض الدول الإسلامية للأسف طبعاً متعلقة في البعد السياسي والبعد الاقتصادي هذه مشكلة أخرى لكن أنا أتكلم عندما يصل الأمر بالتعدي على لقمة العيش لهؤلاء المحتاجين لهؤلاء هذه الشرائح الاجتماعية فيقع حقيقة اضطراب حقيقي داخل المجتمع وتتعرض الدولة للاضطرابات ويقع هناك الظلم ويقع هناك السجن ويقع هناك الاعتقال بسبب التعدي على حقوق الناس في حين أن المؤسسة الوقفية سابقاً كانت تغطي هذه الاحتياجات الأساسية بدون التشاور مع الدولة كانت الأوقاف تغطي الاحتياجات الإنسان واحتياجات الحيوان واحتياجات النبات واحتياجات الجماد فكان المجتمع مستقر كلياً بفضل وجود مؤسسة وقفية قوية واليوم نحن بحاجة إلى وجود مثل هكذا مؤسسات تعنى بتطوير وتغطية الاحتياجات الرئيسية لهؤلاء المسلمين أو المقيمين أو لبني البشر حتى يقع الاستقرار والأمن والطمأنينة في المجتمعات هذا باختصار عن وقف توزيع الخبز الذي أقامته سيدة اسمها خديجة وحرصت هذه السيدة أن تكون ضمن الفريق الذي يوزع الخبز بنفسه على المحتاجين والفقراء لكي تنال الأجر الكامل هذا عن وقف توزيع الخبز هذا باختصار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وسلم على مسلمة